السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذه الفيديوهات سوف نرى الطريقة الوحيدة التي يمكن أن تشارك بها الفيديوهات القديمة التي شاركتها على القناة من قبل عندما يتم الاعتبار هذه المشاركة أو هذه الفيديوهات على أنها مشاركة أو فيديوهات مكررة لكي تدير هذه الطريقة يجب أن تكون لديك ميزة المنتدى مفعلة على القناة كما تعرفون بأن ميزة المنتدى تفعل على أي قناة وصل عدد المشتركين ديالها كثر من 500 مشترك بشرط أن المحتوى ديالهات القناة هذا لا يكون مخصص للأطفال وكذلك القناة ديالك لا يكون لديها انظارات ناشيطة هنا في هذه الحالة هدية سوف نأخذ واحد الفيديو ونرى الطريقة الصحيحة لمشاركة الفيديو ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟?!؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ونضع على مشاركة لكي تتم نسخ الرابط. إذا لاحظتم معي هنا بالواضح بأن الرابط في الفيديو هو هذا الرابط الذي كان في الأعلى. وبالتالي إذا أريد أنك إما تدير من أسفل الفيديو مشاركة وإما تمشي إلى الأعلى وتعلم هذا الرابط. ونضع هذا الرابط ونضع نسخ. سأخذ هذا الرابط من الأسفل ونضع نسخ. ونخرجه. سنذهب مباشرة. سنذهب إلى الوراء. سنذهب إلى المنتدى. سنذهب إلى المنتدى. سنضع على المنتدى. بعد أن نضع على المنتدى، سنبدأ هذه الصفحة. هذا الفيديو كنت شاركته من قبل. هذه صور شاركتها من قبل. وهنا في الفيديو القديم سنوضح لكم كيف تشاركوا الصور. وكيف تأتي مؤطرة من داخل المنتدى لأن المنتدى لديه قياسات خاصة به. والطريقة كيف تكون عندكم واحد الصورة. وتنقصوا لها من العرض ديالة ومن طول ديالة. بلا ما تقطعوها. سنرى في الفيديو القادم. سنكتفيه في هذا الفيديو. سنكتفيه بالنشر فيديو. كيف تنشر فيديو كيف تلاحظوا هنا. سيطلع على رأيه هنا زائد فيديو. إذا قرأتوا كيف تكتف هناك في الأسفل. إضافة فيديو يوتيوب تم نشره مسبقا. هذه الفيديوهات سيكون تم نشرها. سنعود نشرها من جديد. بدون تعتبر بأنها فيديوهات مكرارة. وبالتالي قبل أن نشرها. سنكتبه واحد العبارة هنا. ممكن أن تخلي المشاهد أن يدخل يشوفها. سنكتبه احترف المنتج. على سبيل المثال. سنكتفي بعض العبارة هذه. ممكن أن تضيف عبارة كيف تريد. على حساب أن تشوف المشاهد يدخل يشوف. و بعد أن تكتبت هذه العبارة. سنضيف أسفل و أضيف إضافة فيديو. لأن بعض الناس. يقوم بهاد العملية هذه. يدير هنا. بهذه الطريقة هذه. يدير اللصق. وهذه العملية هذه ليستححة. لأنها سيكتب الفيديو حد. هذه الطريقة لا تستعملها. وبالتالي سنقوم بتحويله. سنقوم بالطريقة واحدة. سنقوم بالنشر الرابط. بل سنضيف إضافات فيديو من هنا. لا تلاحظون معي لأنني قمت بعملية البحث من قبل. سنضيف هذا. سنضيف الرابط في الفيديو الجديد. سنضيفه هنا. وسنضيفه هنا البحث. سنضيف الفيديو في هذا الشكل. سنضيفه عليه. وسنضيفه هنا. سنضيفه هنا من الأسفل. سنضيفه هنا. سنضيفه علني. سنضيفه علني. سنضيفه علني. سنضيفه علني. سنضيفه علني. من الأسفل إما إنشاء مشاركة وإما جدولات المشاركة. إذا أريد أن تضيف مجموعة الفيديوات. و تضيفه كل نهار يبدو فيديوه. سنضيفه. سنضيفه. سأتكون أفضل على علني. لفضل على علني الفيديوهات من قبل. من قبل. لأنه يوميا للتنشر. دعونا. من الأسفل، نضغط على إنشاء مشاركة، وهذا هو الفيديو دينا بنع المنتدى، وهذا الفيديو دينا بنع المنتدى، وغي خلي الفيديوهات دينا القديمة، أنها تبان من جديد على القناة دينا بدون ما يتم الاعتبار دينا هذا النشر هذا أو دينا هذا الفيديوهات هذا مكررة، نتمنى أنكم تكونوا استفتوا بهذا الفيديوهات، وإذا كنت أول مرة كنت تدخلوا للقناة ديالزاد المعرفة السليمة، وعجبكم المحتوى اللي فيه وما زالين ممشتركينش فيها، نتمنى أنكم تشتركوا معنا وتخليونا التعليقات ديكم وتخليونا الأسئلة ديكم، سواء على الإنستغرام ولا على الفيسبوك، على الجروب ديالزاد المعرفة السليمة، ونتمنى أنكم تشتركوا في هذا الجروب هذا وتبارطجيوا مع الأصدقاء ديالكم، شكرا لكم وإلى فيديو قادم إن شاء الله.